قائمة الترارية لكن اللعيبة اللي موجودة دي يا محمد لا يا قادرة ان شاء الله هتحسن مباراة يوم الجمعة آه غيابات كتير جدا ومؤثرة ما بين إقاف وإصابات وفي مش مقايدة أفرقيا وكان بلعب الفترة اللي فات دي وكنا بتنخش أنا وانت من شوية ان الناس اللي بتاع الفترة دي للأسف مش مقايدة أفرقيا فانت خلاص مضطر 16 اللعيب اللي هم مقايدين في القائمة الأفرقية اكباري غير طبعا الغياب المؤثر لوليد أزاره عشان الإقاف غير علي معلول غير آآ أجاييه لسه أحمد فتح كمان أجاييه كمان لما يرجع إن شاء الله هيضاف للقائمة الأفرقية لك تلات لعيب أنا دايما بقول مؤثرين جدا في 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 النادي الأهلي فتحي معلول وأزاره تلاتة وتلاتة ما شاء الله عايز يقول لك قوة قوة جمدة جدا مش قوة حتى في الملعب يا محمد عندهم حماس جمد جدا تلاتة ما تفتح حدث ولا حرك في الموضوع ده وليد أزاره من كتر ما هو متحمس يقول لك ده الراجل ده من أجبال النادي الأهلي علي معلول عاش الأجواء النادي الأهلي عاش جمهورية النادي الأهلي فتلاتة مؤثرين أوي يفوق اللعاب اللي جنبه بالضبط تلاتة مؤثرين شكرا محمد فنيا ونفسيا تحس إن بيشيروا الفرقة كلها لكن هرجع وقول لك المقولة المعتادة 16 لعيب وسافرين إن شاء الله على السكندرية لا هم مقادرين إن شاء الله رب العالمين يحسنوا بوراه يوم الجمعة بدفعة الجماهير بالنتائج الكويسة نتائج حلوة تفوق أداء هيجي إن شاء الله والأمور هتحسن لكن الفترة اللي فات دي انت مهمة قوي تكسب حتة مكسب دي يا محمد بتخليك حتى لو عندك مشاكل أو أخطاء انت بتعالجها وانت في يعني مزعلان في حتى كده تفاول غير لما يحصل العكس طبعا بتبقى مشكلة أكبر بكتير